صباح الخير صباح ومساء الخير إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير لأنني تأخرت أنني ندلكم الفال ديال الأسبوع الأول من شهر 11 فارتأيت أنني ندلكم هذا الفال على حسب الإختيار للأربعة أيام المقبلة على نية الأربعة أيام المقبلة كيف سيكون الحد ديالكم فإن شاء الله يكون خير فنختار ما بين الشمعة الخضرة وما بين الشمعة الحمرة وندلكم الفال وإن شاء الله تستفدوا عليه إذا كانت نصائح إذا كانت بشائري إذا كانت إرشاد إذا كانت تحذير إذا كانت تنبيه كيبقى العلم لله وإن شاء الله نتمنى وأن الفال يجيكم بحاجة لتفيدكم فإن شاء الله تكونوا اخترتوا وغادي نبدأ بصاحبة أو البنات اللي اخترتوا الشمعة الحمرة إن شاء الله يكون فالكم خير فغادي يكون هذا الفال على النية ديال البنات اللي اختاروا الشمعة الحمرة فغادي يكون هذا الفال ديالك قلبك تخمامك أتيك الله قلبك تخمامك أتيك الله قلبك تخمامك أتيك الله فغادي يكون قلبك على انتقال على تغيير سكان على تغيير عمال أو انتقال في العمال أو لبعض فيكم عملية جراحية أو عملية جميل أو لبعض فيكم بغية تغير من اللوك ديالها فغادي تكوني كتفكر هنا في فلوس وكتتمني غير ولو يكون فلوس قلال ولكني ربي غادي يرزقك بأموال أكتر من اللي انت تتمنيه أو تترجيه فاللي كانت مثلا كتسأل على انتقال في العمل أو تغيير في العمل فغادي يكون عندك هذا الشيء هذا كذلك اللي هي مثلا قريب أنك غادي تدري عملية فالعملية غادي تكون ناجحة سواء كانت عملية يمكن عندك مرض أو الله أعلم ولبعض فيكم إذا كنت بغي تدري عملية جميل فغادي تخرج يعني جيدة وغادي تفرحي على هذه العملية هذه والبعض فيكم الفال كي طلب منكم أنكم تهلوا فرسكم أنكم تغيروا اللبس ديالكم تغيروا اللوك ديالكم غيروا من الروتين حتى أن النفسية ديالكم تكون أحسن وأحسن كنشوف اللي هي كتسول على الصفر يعني البلد البعيد فهو مفتوح يعني الصفر لهجرة فمفتوح صفر ولا هجرة بالنسبة للمغتربات اللي هما ما مقدنش الأوراق ديالهم فكي يقولك لا تخافي أنك غادي ترجعي لبلاد ديال كلها فما زال غادي يكون عندك الاستقرار رغم الصعوبات اللي كتعيشيها فما زال قدامكم مفاجآت وما زال أمور جديدة في البلد اللي انتي فيه أيتها المغتربة البعض فيكم هنا جايكم ضيفة وهذا الضيفة غادي تكونوا محتاجين لها أو محتاجين الوجود ديالها معاكم وغادي تساعدكم في أمور عدة بالنسبة للحضوض الحضوض غادي تكوني محضوضة مع العنصر الرجالي أكتر هاد آآ الأربعة أيام غادي تكوني محضوضة كذلك آآ في آآ أمور الخاصة بالشراء كيف ما كان هذا الشراء الشراء مثلا تلاجة سيارة آآ تلفاز آآ التغسيل المؤهد مهم الآلة أي شي حاجة لهي آآ غالية أو ثمينة أو دهب مثلا فغادي تكوني محضوضة في أنك يدري مشتريات أو تبدع هاد الأربعة أيام هادي آآ غادي تكوني كذلك محضوضة في تعلم يعني ممكن أشياء كانت خفية عليك أمور ما كنتش كتعرفيها كين هنا أشخاص خصوصا آآ رجال اللي غادي يفيدوك بمعلومات وأسرار و حاجات اللي آآ غادي تكون في الصالح ديالك وتستفدي منها مستقبلا آآ آآ اللي كانت تقدير علاجات من أجل الحمل فالعلاجات ديالك غادي تجيب الفائدة آآ فقط أردو بلكم من العين والحسد اللي حاملات آآ كذلك اللي كانت عندها التابعة ممكن أنك غادي تخلصي من هاد التابعة اللي عليك بالنسبة اللي هما كيدرسوا أو آآ عندكم عمل فا آآ كين دراسات جديدة غادي ديرها غير الدراسة اللي انتي فيها والعاملات غادي يكون عندك عمل آآ آآ إضافي آآ بالنسبة هنا البعض فيكم اللي داروا تنظيف مؤخرا للعتبة أو العتبة ديالكم أو السكن ديالكم كانوا عليها أسحار كانت عليه طاقة سلبية ودرتو تنظيف للبيت درتو روقيا أو غيرتو البيت ديالكم فهذا الأمر هذا غادي يجيكم بالإيجابي يعني الفرحة غادي تبقى تدخل لآآ حياتكم اللي درتو مؤخرا هاد المسائل هادي آآ بالنسبة اللي آآ هما غير متزوجات يعني سواء كنتي أرمالة مطلقة عازيبة ما عندكش حبيب فاتي يقول لك شو في نفسك لأن الأغلبية فيكم هنا آآ كتخدم الأهل ديالها على مصلحتها أو الإخوة ديالها على مصلحتها فا آآ كيفاش بغيتي آآ أنكي تزوجي وانتي ما عطياش وقت لراسك فا اهتمي بنفسك أولا فا كنشوف كذلك آآ هنا من ناحية العاطفية مثل اني لك تيكت لي على رجل أصمر هاد الأصمر هدا كنقول كين في الحب ديالك غادي تصل بيك ولكني ما تبقيش لسقافي ما تبقيش تحكري عليه ما تبقيش من ضيقه ما تبقيش تابعه كأنه طفل صغير ديالك وكتربيه فالإنسان هذا واعي وعاقل فبلا متعامله كأنه آآ مازال آآ راضيه أوكي أما هو فإنسان جيد بغي معك الاستمرار يا محظوظة مع هاد الإنسان آآ كلام آآ حلو غادي يكون بينك وبينو إنسان اللي هو جدي إنسان اللي هو عملي ولكن بلا ما تبقي تحكري عليه بالنسبة اللي هو أصمر قصير القامة هاد الإنسان غادي يكون رد عليك بالضر غادي يكون غير ديال المشاكين غير ديال الشكوي غير ديال الصداع إذا كان الزوج ديالك هذا غادي يبقى يلومك غادي يبقى يعاتبك أنك إنسان ما قداش على المسؤولية أنك ما مقابلش الضر ديالك أنك كتقصري في حقه في حق الولاد دياله بالنسبة إلى كتي كتسألي على الرجل الحينط اللي هو متوسط القامة أو طويل هاد الإنسان هذا كنشوفه يعني من تابه لك ما يتم بيك إذا كانت طالق هاد فبغي أرجعك غير العائلة دياله هي اللي خيبة أو كتدير شروط كثيرة هاد الإنسان هذا كنقولك بينك وبينه لما تشمل حضوض معه صريح وواضح أمور إيجابية بينك وبينه العائلة دياله هي اللي شي شمية صعبة أو العائلة دياله هم اللي سلطويين وكيتحكموا في الحياة العاطفية دياله هاد الأيام هادي كذلك ممكن لبعض فيكم راكين معاك هاد الحينطي هادا خصوصا اللي ما عندهاش حبيب هاد الحينطي كين معاك في العمل باغيك وباغي يهدر معاك في المعقول والعائلة دياله شي شوية معاك دياله الأمور العاطفية بالنسبة إلى كتي كتسألي على الرجل الحينطي اللي هو قصير هاد الإنسان هادا بعدما درتي علاجات بعدما درتي تنظيف البيت وهاد الإنسان كنشوفه يعني ممكن تكون عندك معاك خطوبة ترصيم علاقة عقد قيران فالأخريات كذلك كنشوف أن هاد الإنسان بينك وبينه فرحة وبينك وبينه حاجات اللي هي إيجابية والعلاقة ديالكم في تحسن وقلصة كتصلح بالنسبة للأبيض اللي هو قصير القامة هاد الإنسان هادا انتي عادي تكوني كتشكي فيه بزف فهاد الإنسان راه باغيك انتي باغي ينصر معاك انتي غادي يكون كي يقولك كل شيء فالخطأ ديالك يعني لك تكتشكي فيه فالخطأ ديالك انتي اللي كتعرفيه على الصديقة ديالك أو انتي اللي كتعطيه الرقم دياله للبنات أو انتي اللي كتخليه يتلاقى مع هاد البنات أو كتدي معك هاد البنات لما كتبني مع هاد الشخص هادا فحاولي هادي اللي عندها الابيض القصير انك لما تخرجي معاه خرجي بوحدك معاه كنتي كتهدري معاه ما تعطي لها لاختك ولا لبنت خالتك ولا صاحبتك الرقم دياله أو تخليها تهدر مع هاد الشخص ديالك بالنسبة للأبيض اللي هو طويل او متوسط القامة هاد الإنسان إلا كنتو حطين الأوراق من أجل الطلاق فالطلاق غادي تمو هاد الطلاق في الصالح ديالك وفي الصالح دياله يعني انتو ما ممنس بينش لبعضياتكم الأخريات هاد الإنسان إلا كنتزوج ديالك فهو محتاج للحب للغرام للعلاقة الجسدية فإلى شتي يعني عنيف معاك أو كيغوت أو كينتقدك أو كيقولك كلام جارح فهنا أعرفي بأنكي الواجبات ديالك تحت الصفر يعني الواجبات يعني الواجبات مش يعني ايه الواجبات الواجبات ديالك ما كتقوميش بهم على أحسن ما يرى فحسي يعني إلا حسيتي بي أنه كيقلل منك أو كينتقدك أو كيغوت أو فعرفي بأن هاد الإنسان هادا كتقصري فحقه البعض فيكم اللي هي مثلا هادا الحبيب ديالها فهاد الإنسان غادي يكون محتاج للحب للغرام فكان قولك انتبهي هادي اللي هادا الحبيب ديالك لأنه ممكن غادي يكون كيبغي الحرام فغادي يكون زهواني وغادي يكون كيستغلك ممكن يغريك بفلوس أو هدايا فانتبهي هادا الإنسان زهواني هادا الإنسان بغي غير العشق والغرام وانتبهي أنك تحملي منه أوكي فحيط الأغلبية هنا هادا الإنسان أنا كنشوفه يعني هادا الأيام بحل تغير وما بقاش كيفكر في الجد ما بقاش كيفكر في الزواج أو في ترسيم العلاقة فارضي بالك يعني حاولي أنكي ويك تعتقدي أنكي مثلا إلى البيت له الرغبة دياله وعطيتي هادا الحب وديك العلاقة الجسدية راه غادي يبغيك وغادي إلا بالعكس راه غادي يلوحك غادي ياخد ما بغا ومن بعد غادي يلوحك فارضي بالك فكان ظن أنني هضرت على كل شيء فكان هذا بالنسبة للبنات اللي اختاريته أو السيدات اللي اختاريته الشمعة الحمراء وغادي نشوفو الحب ديال البنات والسيدات اللي اختارو الشمعة الخضراء وإن شاء الله يكون الفال ديالكم خير وإن شاء الله تستفدوا على هاد الفال فغادي يكون هذا الفال ديال البنات والسيدات اللي انتو ما اخترتو الشمعة الخضراء فغادي يكون هذا قلبك تخمامك ياتيك الله قلبك تخمامك ياتيك الله قلبك تخمامك ياتيك الله غادي يكون قلبك على الرجوع لك انتي مطلقة الاخريات غادي يكون قلبكم على اجتماع على لقاء غادي تكونوا كتفكروا فرج الأسمر ممكن يكون لأبليه بالأخ الزوج أو الحبيب وكي يقول لكم هنا ربي غادي يشوف من حالكم كين البعض فيكم اللي سنينه هي مريضة سواء مرض عضوي أو مرض سحر وهذه الأشياء هذي كنشوف أن الأيام هذي كنت تحسوا بالتشافي أو بتحسن من ناحية صحية ديالكم وكذلك الناس اللي عندهم مثلا عارض أو عندهم سحر أو عين وحسد فغادي تحسوا هذي الأيام بأنكم في تحسن من ناحية ديال العمل والدرسة أموركم جيدة ممتازة كي اللي غادي يكون عندها عمل جديد كي اللي غادي يكون عندها حاجة في الدراسة جديدة أو غادي تدري يعني دراسات أخرى غير اللي انتي كتقومي بها كي اللي غادي يكون عندها تفكير في مشروع أو عمل حر اللي كتنرد على طلب أو على رسالة فارد غادي يكون جيد كينا هنا فرحة في البيت ديالكم أو فرحة عائلية ممكن شي حد كنتو كتنتظروها مثلا تحمل سواء كنت هذي الأخت ديالك أو الزوجة ديال الأخ ديالك كنتو كتنتظرو واش غادي تكون حامل ولا لا فاكين هنا حمل وكين كذلك البعض فيكم اللي سواء هي أو مثلا حد من العائلة حاملة فاكين الولادة وغادي تفرحوا على هذي الولادة هذي كنشوف كذلك كين فرحة عائلية ولما تشمل عائلية ونصر عائلي بالنسبة للحضود الحضود عندك في الأمور المالية كنشوف إليك نتيكتلي على رجل أبيض متوسط القامة أو طويل ركيكت تعاملي معه بقسوة وسلطوية وعنف وما بقيش تغضبي وما بقيش تعصبي على هذي الإنسان الأبيض المتوسط القامة أو الطويل هذي الإنسان كيفكر فيك ليل ونهار وكيبغيك وكيغار عليك فحفظي عليه بالنسبة للأبيض القصير إليك نتيم خصما معه هذا إذا كان زوج خطيب أو حبيب فالصلح كين هذي الإنسان نيتو صافيا وقلبه بيض وبغي معاك الخير وإلا كان هذا الزوج ديالك ومهاجر البيت فغادي يرجع للبيت ولكن هذا الحبيب ديالك أو الخطيب فكينشوفه يعني غدي يكون كي تردد عليك أو عنده دخول للبيت ديالك بالنسبة إليك نتيك تسألي على الرجل الأصمر لي هو قصير القامة هذا الإنسان هذا كيبغيك كيموت عليك كيغار عليك عندكم نفس الوجهة أو نفس التفكير بالنسبة إليك نتيك تسألي على الرجل الأصمر لي هو متوسط القامة أو طويل هذا الإنسان هذا مهوس بالهجرة مهوس بالخروج للخارج فهذا الإنسان غدي يكون عنده خروج البرة هو كيبغيك وكيموت عليك ولكن مصلحته أول شيء فهذا إلا كان حبيب ديالك أو خطيب ديالك فكينشوف هذا الإنسان هذا كينا طرف ثالث لأن هذه الطرف الثالث هي اللي غدي تسهل الخروج البرة فمثل نقول لك شو ما كيبغيك شو غدي تبقى دائما في قلبه وفي عقله وغدي يبقى تابعك فتيقولك هذا الإنسان هذا الطرف الثالث غدي تسهل هذيك الهجرة فعليها غدي يكون بعيد عليك الأيام هذي تقولك هذا الإنسان لن ينساكي غدي يعطيك الحرية غدي يقول لك لقيتي ولد الناس ما تسنينيش ولكن إلا أرجعت ولقيتك ما كين معك حد فأنا غدي نزوجك فكيبقى لك الإختيار وكيقول لك الفال باش كينصحك الفال كينصحك إلا جا حد لا تنتظره فالأخريات إلا كان هداء جنبي أو في البلد البعيدة هذي الأصمار المتوسط القامة أو الطويل فكيقول لك كيلعب بك فكين عنده مرأة أخرى كيهضر معاها كيتصامر معاها زهر معاها ولكني ما بغيش يتخلع لك يعني هذي الإنسان بحل أخطوبط عنده خمسة ديال القلوب فسيبك منه أو حط النقاط على الحرف بالنسبة لك أنت كتسألي على الرجل حين في المتوسط القامة أو الطويل هذي الإنسان هذا وكذلك كيحبك وكذلك كيغار عليك غادي يكون كريم معطاء بينك وبينه أمور إيجابية بينك وبينه حضود استمرارية فأمورك معاه غادي تكون جيدة بالنسبة للحين طي اللي هو قصير القامة هذي الإنسان غادي يفجئك أنه غادي يجيب الأهل دياله من أجل الخطبة أو ترصيم العلاقة عقد قيران هذي الإنسان تفكيره جيد نيتو عليك يعني رائعة إنسان اللي بغيك اليوم قبل غدا فقط أنتي ما تكونيش متردده ما تراجعيش ما ترفضيش ما تقوليش مثلا بالتي ما زالوا مورايا أشياء خصنين ديرها فضربي الحديد ما حدو سخون مع هذي الحين طيلي هو قصير الأخرى يتكذلك اللي ما كيهمهم لزواج لخطوبة دي إنسان رأى عندك معاه حاجة رائعة ممكن صهرة ممكن حضور حافل ممكن مفاجآت ممكن فرحة مع هذي الإنسان الله وأعلم كيفاش غادي تكون هذي الفرحة مع هذي الشخص هذا فهذا اللي بان في الفعل ديالكم كنتمنى لكم صحة سعادة وطلع مرطة الله فرسكم استمتعوا بالحياة نتلقى إن شاء الله فالآخر جديد وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر